كل الناس عندها فضول إلا هيحصل لما نجي نقابل وجههم الكريم إلا بيحصل في المقابر المقابر تعتبر هي در الحق ده المكان الحقيقي الوحيد في حياتنا لكن في البعض منا بيحاول يبوز الحقيقة دي في ناس كلي بتحاول تسيق بيها عالم كبير هنعرف أكتر من حراس هذا العالم مع محمد هو من حراس المقابر نسمع حكايات ممكن أول مرة هنسمعها بس نسمع حمله بقى ونركز زيك عم محمد أعمل ايه؟ دنيا برده محمد تقول يوم عالحال ده؟ اه كل يوم عالحال ده يعينك يا رب الله يعينك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك أبلها حاجة جميعا يا رب عم محمد الناس كتير فكرة ان الموت هي انهاية وان الموت خلاص لكن الموت هي البداية على فكرة هو البداية هو بداية الإنسان عشتك في البداية دي غيرت فيك على فكرة؟ دي لازم خليتك بتفكر في الحياة كيف؟ انت هنا مقيم انت وعيلتك؟ انا وعيلتك وولادك وبيتربيهم بيروحوا الجامعات انت عايشين في حوش هناك؟ ولا عايشين في ايه؟ عايشين هنا ولادي في المدارس عادي في المدارس؟ في حوش ولا ببيت؟ لا في ببيت في بيوت؟ انت بتحرس المقابر هنا؟ اه اه في بيناس بتجي تحاول كسرك في المقابر؟ نقوة كسرك؟ لا بس في موضع الاسحار انت على طول دخلت في السحر ده في الاسحار لا انا بتكلم بيناس بتجي مثلا تسرق جثمان او حاجة؟ مفيش 6 اكتوبر 8 اه بس عماتا معروف ان في ناس بتحاول تجي تسرق مفيش ماشي بس المقابر 6 اكتوبر تمان لان كل المقابر كل اللي اضطرابيه هنا بيسمع بعض اه كله بيسمع بعضيه الاول اللي في البداية زي اللي في الاخر اه لقد اصحصت حاجة كله بيبلا بعضيه كله بيجمع في السواني طب هنا بتيجي تقولي ان هنا اسحارت بتاعنا تمشك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه في ناس بتيجي ترمي اسحار هنا اه واحنا عارفين القصة دي على فكرة القصة دي ما بيني وما بينك وانا هقولها على فكرة خلينا اقولها اه انا لقيت اسحار في مقابر عندنا في مقابرنا هنا واحترنا فيها ناو انت عمي الحمي ايه الحكاية دي بقى والله هي الحكاية اولا طالما الانسان ما عندهش دي انت تتوقع عامل كل حاجة طبعا وعندك حق ونعمة بالله هي عامل بعد الحق انا زعلان من واحد اه ما اتصالش معاي ان انا فقرة زيب بسحش اه لا اقل حاجة لو قلت حزب الله ونعمة الاوكيل هاخد حقي لو قلت الله يسامحه هاخد حقي فما اتصالش ان انا اتجرأ ان انا ازيف حاجة زيدي ليه عشان خاطر المادة مش محتاجة المادة المادة الاولا واخيرا هجمحها بس هتحسب عليها طبعا في الحلال في الحرام هتحسب عليها بس ازاي عامل محمد يعني ازاي طبع احنا انا هتكلم عن عيلتي احنا عيلة ابعد ما يكون من الفكر ده وعيلة تلت ارباع الافراد العيلة ملتزمين فاللي عمل السحر ده هو من بره العيلة او مش معمولين على فكرة ده فيه ناس عملت ناس سحر وفتحوا المقابر عندنا وحطوا السحر ايه باش ابعد احترام ملك انا شفته انا جيت زبون بيجيب الزور قسم بالله ليه صورة واحد ووحدة صورة بتاع واحد ووحدة ومعمول السحر ومحطوط في المدفم بجات او الله جاي الزور ام عمل سحر على صورة لا مش هو اللي عمل السحر اه كان في واحد بيجي تزور في المدفم كل جمعة اه يجي ياخد من المفتاح اه جمعك ولي لا 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 اه ياخد المفتاح ورح يقف على المدفن ويقف على نفسه اه لحد ما تزوره هو راجع رح يجايلك ام فجأة الراجل ده قعد جمعتين تقريبا او تلت جمعة مجايش ام جي السحر بالمدفن الاساسي ام اتصل بيا مما رح تعبطوا عند المدفن لنا المدفن مفتوح اه فتحنا المدفن وطلع عندك الاقي معتو الصورة بتاع واحد ووحدة انا يا محمد قلتوا والله من الاخر قال لي قلتوا السحر اه تم اللي حاط قلتوا معرفش ام فوري اللي حاول بجماعة الطرق قلتوا والله انا معرف ام انا اتمنى ان انا امسكوا اه في ناس هنا بتعم في ناس هنا في المقابر سحرة بيعملوا سحر ويجي يحطوه في مقابر اي حد فيه 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 بجد اه والله عايشين مستيكوا هنا؟ واعرف واحد شيخ يعني انا بس معرفوش ما اعرف يعني فمرة استادفت بيه بجد او الله فلنو قلتوا جينا السحرة مع بعضنا شيخ مقيم بنا حوالينا شيخ من اللي بيقرأ من اللي بيضور في المقابر يقرأ القرآن روز بالله قلتوا له تاب على احترام ليك انت راجل بتعمل مما السحر جابت بعضيها قال لا انا بعمل كذا 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 بيعمل سحر ايوه لو انت مساعد سيئزي واحد عايز مش قلتوا لا حد الله مبانه وبانه تبقى الفايدة ان انت هتستفيد في الاخر اه حبا تستعلم منه اه احترام ليك احلى بننصح بعضينا اه قال لي في الاخر مادة مادة باخد مادة الفلوس بس لازم اخد الفلوس دي ان انا مجميع بجميع الطرق بقى مفحش ان انا صفة في الحلال مبتوسفاش من صفة في الحلال ممنوع لان معاها امر ايوه معاها امر اه لان اللي بيعمل حاجة دي لازم يكون معها جانب اه بياخد الفلوس الجانب بيحددلو ياخد مثلا خمسين جنيه ياخد من جنيه ياخد الف جنيه ياخد خمس سبب جنيه حسن ما ياخد ممنوع يصرفها في الحلال بيصرفها في الاستخفضاء عظيم يا رب يعني يكون اشرم يا رب اولا عمي محمد هو وبيحطها في اي مقبرة في اي ان كان يباشى بعد احترم لك ممكن يفحط هو ماشي كده رح رماه في المجبرة هو يرميه من على المجبرة من على الحيطة عاوز بالله فيه لك ادر له فيه حالة وفاة وبينزم محل الوفاة كله محدش عارف من اللي جاي جامل ولا ده سعب المدفن ولا حاجة يوم من حاطتها ويرح رماه في المدفن ويرح طالح انت بعد احترمك في الوقت ده لانا ولا انت بصحف وعينا اصلا ان احنا مش في دماغنا في المجبت باسألو قال لي في الاول والاخر انا عارف ديتناك هنموت قلت له ماشي تم احنا نموت بس هنمت على حاجة محصية اه قال لا قبل ما بنموت لازم ربنا سبحانه وتعالى يبتلينا باي مرض مرض خبيث عاوز بالله نفضل نعاني منه لحد ما نموت عاوز بالله عاوز بالله عاوز بالله قلتوا انت بلما انت عارفك اللي يقصم بالله كلنا قال لنا هنعرفون بعضينا قلتوا طيب هتروح تقابله ازاي اه تقوله ان انت بعامل عشان خطر المادة المادة اللي انت هتاخدها مني او من فلاااااا او من علان الشيء هتاخدها بس هتاخدها بالحالة لو س lavorت هكقتها بالحالة وانت عايشين في داع معه محمد طبعا进انستенная كم تلوح انت بتلاقي السرحة بتفكه ازاي من انتم ممكن تفكه غلط على فكر من انتم ممكن تحاول تتصلح الموقف تعقه اكتر ادى صاحب النات دي راكم واحد لكن أولاً عندما إنت بتعمل حاجة يهة صفة للواجه الله، أولا ما بتطلبش له أيها الحاجة يعني أنا قالت لا ما لديه الحاجة عند محمد ما بتطلبش يهة مادة محمد لا، اين دفوق لأنك بتسمى الده ستركي قرصي وهذا الكرصي America's character ما تعرف انها ايضاكاكاكاكك بتقطب أية وكرسي وترعنك تط shapes in God ونعم بالله ونعم بالے بعدما بتسمحها الى ميلح ويوجبش اخي يقرأ عليها هو بفوك برماء في أي حاجة تجري ما يساري على طول أنا بسمع عن الناس اللي بتعمل أسحاره بتعلقها في شجر المقابر عشان كل ما الشجر يتهز يزيد تعبع ربنا يزيدهم كفر ويعني فعلا يا رب يا رب أنا مش مسامع في أي حد يلجأ للسحل حزب الله ونعمل وقيف فيهم متشوفوا حاجات متعلقة في الشجر؟ متشوفوا لا والله أو والله منجيبها بتشوفها إيه؟ بتشوف إيه على الشجر؟ مشوف أه ورقة ولا بتشوف إيه؟ ورقة معمولة زي 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 حجاب أحطتها في جيس متعلقة في شجرة طول الشجرة ما تتهزز طول ما سأل لمعمولة الحاجة دي تزيد أي تزيد تعب أكتر يعني ده فعلا بجد أو والله طبعا محمد هو معلش في المقابر اللي احنا فيها في در الحق اللي احنا فيها في العالم ده اللي كل واحد عنده فضول بتسمع حاجة بتحس حاجة أنت شخص ملتزم أنت شخص أنت حرس هنا مقابر اللي هي وسمعتك زي الورد وزي الفل عشان كأنه لما قررتك كلم في الموضوع ده أنا قلتها محمد هو اللي هتكلم معا بتحسوا بحاجة هل فعلا الأمواد بتأروحها بتتجول بالليل؟ أنت بمعرفش معرفش أنت إين بتشوفه أول خص أولا أنا عايش هنا من اتنو وتتسعين لا إلا أنت برك تتاتين سنة عايش هنا في المقابر من اتنو وتتسعين قسم بالله بلف بالليل بلف بالنهار بدفن بالليل بدفن بالنهار أنا ما سمحت الأصوات اللي أنا بسمحها إطلاقا خالص خالص ما بتسمحش أحيك خالص ها فالناس اللي بتقول كيف يتحيق له لا هي أولا جميع المقابر تمه ساكنة معرف أنها ساكنة فيها ساكن جن ساكن جن أيوة جميع المقابر ها بس إن إحنا كمنطمين هنا عايشين هنا على طول كسم بالله أنا ما شفتش حاجة من حاجة خالص يعني أسمع واحد بقول لك ده أنا بشوف كذا بشوف كذا طب أنت بتشوف طب ما إحنا عايشين في المقابر آه أنت عايش فيه عايشين في المقابر إنت هتشوف طب أنا مش هشوف آه طب أنا لازم أشوف زيك يعني الأعقل خالص آه في الفترة دي كليتها أكون حتى شفت مرة صح عندك حق قسم بلا ما شفت في حياتي بس إنت ليه بتقول لي كل المقابر مسكونة جن إشماع ليه هي المعروفة المقابر تمّة المقابر تمّة كلها مسكونة جن أيوة مش حالات وفاة طب حد إلاق في المقتول في اللي في حادث في اللي كذا علاقته ده بالجن أنا ياسف أنا مش هعرف يعني أهو هي المقابر هوه يمكن أيوة ولا إيه أنا مش فاهم أنا بسأل عن عدم فهم أنا مش بسأل عن علم على فكرة لا لا هي المقابر معروفة أن المقابر ساكنة آه فساكن جن طب آه هل مثلا أنت بيبعندوك معايير معينة لو حد يجي يزور بالليل لا ما تسجيش تزور بالليل تضر ممنوع ممنوع هي أولا مش محبوبة ليه بقى مش محبوبة دينيا يا دينيا مش محبوب آه بس في ناس بتدفن ساعد بالليل لا الدفن الدفن شاء لين الدفن أكرم الماء يدفنه آه صح لقدر الله معروفة اللي بيتفن بالليل ده حاجة متنايب إما لقدر الله لا جاي مؤخر جاي من صفر آه يا حادث آه معروفة أن يدفن الله المعروف بس إنك تزور ماء بالليل لا لا محبوب مش معبوب ده فعلا كذي ما بيتقال بيتلبس والكلام ده لا أيا مش محبوب مش معبوب أولا الطربي هيبقى صعب جدا إنه يفتح له الباب صح أو يستقبلوا أو يوديه المدفع صح على أكل خلص يقول له لأ معك ما أنت معك طول النهار مم وفي حتة المقابر مسكونة جن مفيش ضرر منهم عليك في أي حاجة ما سمعتش مثلا حتى جايزور الضر من الحضور اللي موجود أو أي حاجة خالص وإحنا اللي عاملين البدع ديت وعملين اللي فهم الخطئة ديت صح نحن أكتر حاجة نطلع البدع صح هو قلة الدين اللي عندنا هو اللي بيخلي البعض إنه هو يستغل للكلام ده وفي نفس الوقت فكرة السحر يعني شوف أنا بكلمك على أنا في بالي مثلا في ناس تسرق الجسس أو بتتجر بيها بشكل أو بأخر بلع أتالي إن المنتشر أكتر هو السحر والناس هكتر حاجة وبتجي ستات ترمي بقى في ستات بتجي ترمي وفي ستات مثلا بتقول لك مثلا عندي مثلا بنتي عندي بنت أخوية مثلا كذا كذا ما بتخلفش تعمل اي بقى فروحت الشيخ فالشيخ قال لي عد عن ميت لازم تخطي عن ميت مثلا سبع مرات تلات تفتح المكبرة وتنزل تحت شان تخطي عن ميت تقول لك عزي فتح المكبرة خل المبلغ اللي انت تطلبه اللي انت تتحدده عشان مسلا عشان مسلا تعدى عن ميت طب بعد احترمي لك انا اسف ومن السبب في الخلفة من مولا عزي فتح عليك من السبب في الخلفة وانا هروح لشيخ اقول له عشان بنت عايز اتخلف ولا ابن عايز يخلف صح اطلب من ربنا صح ايه ده بس انا مرى في المعلومة دي يعني بيجي لك ستات طب ستات ديات مثلا يعني من طبقة اه فيه ايه وفيه من طبقات تعبان او فيه من طبقات حلوة بجد يعني دي مليهاش علاقة بقى لحد متعلم او مش متعلم عارف او مش عارف مليهش علاقة اطلاق تيه طول لك افتح لي المقبرة عشان اعدي علامات عشان اخذ اي دفنة مسلا يمكن مدفون وعاز عبنتي او بنتي او بنت اخوية او كذا كذا اتعدي عن ميت طب انا كنت سمعت قبل كده وتعملت حلقة من زمان من سنتين عن اللوح اللي في بقى في البقرة اللوح الفخد اللي بتعمل عليها اسحار وبيتكفل شفت ده يا محمد لا ما شفتهش ده بتعمل في الارياف اك في الارياف اه يعني اللي بيجي لك طب ايه تاني ممكن الستان بتحتاجه لما يعفل بيد عشان تجوز برضو في حاجة تاني بتتعمل عشان تدي المقبرة عشان تتجوز لا اي اكتر حاجة انها عشان تخلف لازم تعدى على ماي تفتح لاجة بيعرضوا فلوس كم بقى محمد او الله هيحسب المبرغ اللي بيعرضوها كم بقى بس سامحني في الاول والاخر اذا كان هي اللي بتعرض او اللي هيفتح طالما ما عندهش دين تتوقع تعمل اي حاجة صح وعشان خطر اي المادة استنى اخي بعد احترامك اصبر عليه هتجلك في الحلال صح بس ما اخدهاش بالحرام واشيل الزنبها بل هتسيبها واموت وهتحسب عليها بس سامح دي القصة مع محمد دي القصة مع حراس المقابر مع الناس اللي عايشة مع اهالينا اللي في دار الحق ملخص كلمة عم محمد ايه قلت الدين هل موديانا في اسوأ الطرق وقالك انا عايش بليه 30 سنة ولا شفت ولا جن ولا عفريت ولا شفت اي حاجة من الاشياء دي مع اين معروف ان كل المقابر مسكونة واسوأ شيء هو قلة الدين اللي بتخلي الستات وبتخلي بعض من يدعي الدين ان هو يجي هنا ويسحر ويرمي ويعلق سحرة في الشجر ويرمي سحرة في المقابر وناس تقولك عدي على مائة عشان اخلف وكل ده من قلة الدين ويا ما هنسمع كلام عم محمد كلام مهم انا بشكركم وقاريت كلام عم محمد نفضل على طول فاكرينه عشان نعرف ان المشكلة عندنا مش عند حد تاني شكرا مش كونك عم محمد شكرا 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 وابنائك شكرا شكرا